مع تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وتوقف الغارات الإسرائيلية المكثفة والممنهجة مؤقتاً يتكشف حجم الكارثة الصحية التي ألحقتها ألة الحرب الإسرائيلية بالبنية التحتية وخاصة المرافق الصحية قصف الاحتلال الهمجي تعمد إخراج 28 مستشفى بقطاع غزة عن وظيفته لتصبح جميعها غير مؤهلة لتقديم وظائفها الحيوية في إنقاذ المرضى والجرحى غارات استشهد وأصيب خلالها عدد كبير من الكوادر الطبية بحسب وزارة الصحة الفلسطينية ودمرت أكثر من 60 سيارة إسعاف إضافة لاستهداف 63 مركزاً للرعاية الأولية خرجت جميعها عن الخدمة الخسائر لم تقتصر على ذلك فقد توفيت أعداد كبيرة من المرضى الذين كانوا في غرف الإنعاش وغسل الكلة ومستشفى السرطان مع نفاد الوقود وأمام هول الأضرار البالغة التي نالت أكثر القطاعات حيوية في قطاع غزة تتواصل الدعوات الدولية والمحلية إلى تحييد المستشفيات عن الحرب الدائرة وإدخال الوقود الكافي لإعادة تشغيلها وتزويدها بالأدوية ما يسهم في إنقاذ أرواح ألف المرضى والمصابي نسري حامدي تارتة عربي